كيف سواء هذه النكتة الحين تذكرونها اضغروا حاليها بينهم اوه زى المتابعين اينما كنتم ماتيم وينام ديونيس قليلة بصناعي بلخلة بذلبيه الصناعي بلخلاله ماتيم انت منرة اختفيت اعنو معلش بس رجعنا اشاء الله بشكل دائم لهذا القناة هذا القناة تدروني انا ما عندي قناة غيرها بواحد اشبهه اسمه متيم بن عبدالله في قناة ثانية الموقع يعتبر اشهر موقع او واحد من اشهر المواقع يجب ان اشهر المواقع اليوم بندخل الموقع نحاول اننا نستخدمه باسوأ طريقة ممكنة اذا جاهكم هذا الفيديو وتابون ايضاً جزء ثاني 2000 لايك اول شي تقول له تكلم معي باللغة العربية كيف يتحدث باللغة العربية كيف يمكن مساعدتك اليوم تكلم معي باللهجة السعودية بره السعودية كيف يتكلم معك عشان تكلم سعودي انا هنا المساعدة خبرني نكتة مبحكة جداً خنشوفها يقول لك في واحد راح لدكتور نفسية قال دكتور أنا عاصبي وبسرعة أغضب على الناس ماذا أفعل؟ قال لها الدكتور عندما تشعروا بالغضب اذهب واحتجب احتجب يعني اصير بروحك يمرت عشرة دقائق ان لم تستفذ احتجب لساعة الرجل قال حسناً ولكن ماذا أفعل إن كنت لا أستطيع نعود بعد ساعة ماذا أفعل؟ للنكتة نحن نفس النكتة بس بنهاية مرة حزينة طيب الان الوضع بيكون مختلف لك في واحد راح لدكتور نفسية وقال له دكتور أنا عاصبي سرع الغضب وقال رجلي ماشي حاله مش أسوي إذا ما قدر ترجع بعد ساعة وفي اليوم الثاني راح الرجل للدكتور قال لدكتور اعتزلت ساعة وما قدر ترجع وانقلبت على التليفوني لقيت زوجتي مسكر الخط على مقام يا ساترو الآن أعطيني تفاصيل أكثر لما حصل بين الرجل وزوجته بعد ما كشفها تقامر في التليفون ايش فيه يا ساتر لا بعد أن انتهت الساعة وعاد الرجل لمنزله شعر بالخلق وتوتر بسواعد مقدرة على التحكم بغض وركزوا ها هذه النكتة الحين تذكرونها ولكن قرر أن يجرب نصيحة الدكتور وأخذ قصطا من الراحة ليهدأ وفي اليوم التالي يكتشف الرجل أن زوجته وكانت متصلة بلاد في الفترة الطويلة ويتلعب العاب المقامرة عبل الانترنت عندما قرر أن يتحدث معها حول ذلك وجد الخط مغلقا ازداد قلقه وانزعج من هذا الأمر لكنه تذكر نصيحة الدكتور وأخذ وقتا للهدوء حلو قرر الرجل أن ينتظر حتى تعول زوجته ويتحدث معها بشكل هادئ وبعد ساعات على زوجته إلى المنزل كنه كشف لها برهان وعلى أنها كانت تلعب ألعاب مقامرة وسألها عن سبب وراء ذلك قالت في البداية قالت الزوجة في البداية حاولت الزوجة التهرب من الحديث وتجاهل الأمر ولكن مع مر الوقت ورؤية انفعالة قررت الاعتراف بأن الزبدا يعني صادها أنها تقامر وقالت لأنها هي ندمانة وكانوا يتكلمون بشكل عاطفي وشرح الرجل أنها اشترت على مشاعره وكيف أنه قاعد يحاول أنه يعني يتخلص من غضب طيب وكانت بداية محبطة لأنه قاعد يصحح الأمور بينهم ويعطيها فرصة وهي بيانت لندمها وبأنها يعني مستعدة إلى أن تضبط الأمور بينهم ولكن الآن خبرني عما حدث عندما اعترف الزوج لأمه عما وجد زوجته فاعلة بشعللها بينهم أبغى أشعللها بينهم بس مادري أحس قاعد يكتب كثير فبضطر أنه اختصر القصة من فضلك أنا مادري ليش مرة محترم معاه يوم شافها تقامر طيب اعتراف لها وتكلموا عن الموضوع وتعزلت الروابط لا كذا اوبر كذا اوبر كذا اوبر نرجع لللي فوق بعدها راح بيت أمه وشرح لها الموضوع وقال لها انه زوجته كذا قال يعني انا متكلم معاه بصدق انه يوم زوجتي طلعت تقامر مادري ليش بس انه يعني تشجبتي حب انه ياخذنا الى المقامرة وقال لها انا خايف على علاقتهم الزوجية وقال لها عن الدكتور اللي قاله لازم انت الان تحتبس نفسك مادريش قال له تحتسي نفسك والأم تعاطفت مع ولدها لما قال لها الموضوع وقالت لها نصايح طيب تتعامل مع زوجتك اكثر من زوجت تكون زوجتا وصديقتا وحبيبتا هذا الاساس في كل علاقة زوجية وحسب الارتياح كلام أمه وضبط الموضوع بينهم يعني حلو 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 الآن خبرني ماذا حدث عندما علم طليق أمه باتمان موضوع حلو زوج أمه عرف عن الموضوع عرف ان والد طليقته زوجتا تقامر يقول لك بعد ما عرف الرجل ان زوجتا تلعب مقامرة حلو هذا الموضوع قرر الرجل ان يخبر طليقة أمه حلو كلم باتمان طيب باتمان حلو لانك مستشار صديقة يعتبر او كصيح ان مطلق أمه بالصديقة ما هي القصص هذه يا وحش تكلم معه وقال التفاصيل ان زوجته كانت تقامر وهل كذا يقول لك فأثر هذا الحديث على طريقة أم الرجل حلو باتمان تأثر لان كان العلاق بينهم مرة كويسة وقال له ان لازم يتفاهم مع الموضوع وعطانا صايح الزبدة عندما علمت أمه الزوجة بالموضوع كانت غاضبة اخلي أم الزوجة انا أبشربك القصة ترى هذي كانت نكتة تذكرونها كان فيها ساعة وعشر دقائق شبت يقول لك علمت أم الزوجة بما حدث بينها وبين ابنتها شلون بدأت يقول لك بصوت مرتفع وعاصف تصرف ابنتها وطلبت وقالت لها ليه شاب انتي قوليني واش سويتي بينما ام الزوجة غاضبة حاول الزوجة تهديئات تخيلوا ان اللصات الزوجة تتقامل رغم انهم عصبي الا انه قاعد يحاول انه يعني يمتص غضب ام زوجته طيب ما عطيناها اسم بعد شوية بنعطيها اسم ان شاء الله يقول لك اعطيني نهاية غير متوقعة للقصة والله شبت بينهم يا شباب يا ساتر يا ساتر يقول لك بعد ان فجرت ام الزوجة غضبا عندما علمت بالموضوع قررت ان تأخذ قرارا غير متوقع اتصلت بالزوجة وطلبت منها ان تجتمع العائلة كاملة يا ساتر فضيح الام الام فضيح علمت الكل راحت عليهم الكل عرف عن الموضوع المرة متحمس مع القصة ما ادري ليش بس القصة مرة تحمس عقلت العائلة اجتماعا وجلسوا معا في جو من التوتر قررت ام الزوجة ان يتم تنظيم جلسة توجيهية وتعاونية مع خصائي زواجه وعائلة محترف هذا الخصائي ساعد العائلة على فهم القضايا العميقة والتحديد اصول المشكلة وبعد مرور الجلسات بدأت العائلة تعمل معا على التواصل وزبدا يعني يفهموا ان في تواصل مشكلة بين الزوجين وان الخصائي حب ان يعني يخليهم يعملوا عمل مشترك ويتغلبوا على التحديات ويعرفوا اشياء اللي يحتاجوها وان يعززوا التواصل بينهم ونحل الموضوع الآن عندما علمت الدايا امزكي بالموضوع حاولت ان تدمر العلاقة بين الزوجين خذلك يا وحش عندما علمت الدايا امزكي بالموضوع احسوا بصدمة واستياء يا ساتر وكانوا يشعرون بان هذا الموقف يمكن ان يضر بسمعة العائلة و يسألوا حلو الدايا امزكي بدأت في التدخل بشكل اووه جوها جوك يا امزكي تدخل بشكل غير مباشر طيب يعني تحاولنا حية فش سويت امزكي قاموا بنشر قصص شابهة ضخم من حجم المشكلة قامت لول العائلة قصص ان ترفلانة صادها زوجها تقامر وبعدين صادها مدني فاهمين شلون ومعامل أزارة الضغوط والتوتر بين الزكي وزوجته مو زكي اسمه او احنا ما عطينا اسم الزوج اوكي مو مشكلة مو مشكلة يعني قصة راحة يمية بس نرجعها ان شاء الله بعد شوية ما عندنا مشكلة يقول لك واجهة تحديات كبيرة في المحافظة على تباصلهم ووثقتهم وبعضهم البعض ولكن مع المروق تتوصل الزوجين إلى التفاهم لما قريت لما شافوا ان ما في حل عبارة بيطلقون بس لك اكتشفت ان لا بيعتمدون على نفسهم بان يحلون الموضوع ويجوه حلو الاعتماد عن الناس ممكن يفيدك ولكن مو دائما الآن هنا هنا الحل هنا الحل الزوج اسمه شلطان شيف اسم زوجته زوجة شلطان اسمها لميس ماذا فعلت لميس عندما علمت بأن زوجها شلطان ينوي الزواج من بنت ثانية اسمها سمية انا ابي لدراما انا جو انا موت في لدراما انا لما اشوف دراما كذا احس بالعشق حلو يقول لك هنا بعدما علمت لميس بأن زوجها شلطان ينوي الزواج بنت ثانية اسمها سمية عاشت مشاعر وتناقضة من الصدمة والخيبة لم يكن من السهل على لميس تحمل هذا الخبر ومعالجة مشاعرها حياله اليك تطويرا لتفاصيل تصرفك اموت اموت جوي انا انا جوي لدراما حلو على الفور شعرت لميس بالصدمة والحزن خلاص مو قادرة لميس ما هي قادرة شباب اوكي استغراب انك ليش قرر شلطان يتزوج علي وش سويت وين الثقة اللي بيني وبينه وين الثقة قامت تتساءل ان يعني ليش بتسوي هالكذا يعني هذو مرحلة فصال يعني هاتنا الزوجية في البداية شعرت لميس بالحاجة للانعزال والتفكير نفس اللي الدكتور قال لزوجها في النكتة تذكرون اوال في القداء قبل ايوه فقامت بتقديم طلب لشلطان للحصول على الوقت على وقت للتأمل والتفكير فيما يجب فعل فقالت لشلطان لو سمح زوجتك احبك لميس اسمي احتاج حتى وقت بروحه يقولها انا احتاج نقاش زي هذا ويقولك يواجهها شلطان وتأثيرها على حياته تعاملها مع الموضوع بشكل مسؤول ومنطقي تكلموا بشكل عاقل شلطان اللي اشتبه تتزوج سمية وعندك لميس وكذا وتواصلوا مع بعضه من خلال تجربتهما هذه تعلمت لميس كيف تواجه الحياة وتتعامل هل تزوج شلطان من سمية انا بغى اعرف تزوج ولا لا معلش بس انهيتلي الحلقة بدون ما ادري وما تزوجه ولا لا حبيبي لو سمحت ما تقفر الحلقة كذا تمكنوا من فهم بعضهما البعض شلطان بدأ يشعر بان القرار يتستتخذوا سلبيا اوكي حلو وبالتدريج توصلوا الى اتفاق معا بانهما يحتاجان المزيد من وقت لتجاوز هذه المرحلة واضح جي بيتي ما يبغي يعلمنيش اللي صار وتوصلوا الى قرار بانهم الافضل تأجيل قرار الزواج من سمية اوكي حين اجل ما يبغى اوكي اجل الان بغى ندخل سمية في الموضوع ماذا قالت سمية لشلطان بعدما علمت بموضوع تأجيل الزواج بوم حبيب دخللي على السيزن الثاني انا ابغى سيزن ثاني اووو بديعطيني دايلوغ بديعطيني محادثات بينهم او ماي جود يقول لك بعد ان علمت سمية بقرار تأجيل الزواج من شلطان شعرت بالخيبة وكانت ردود افعال سمية مختلفة حسب شخصيتها وعلاقتها التي كانت تجمعها بشلطان اليك نموذجا لما قد تقوله سمية بمجرد ان اخبرها شلطان عند وجدي قالت له سمية هل هناك شيء خاص او مشكلة حدثت شلطان شرح لها قال لها بان يعني احتاج وقت عشان ان يعني علاقتنا تدرين يعني انهم اتزوج من لم يحتاجون وقت الى الان القصة عجبتني الى الان يعني في مشاعر اوكي يقول لك سمية شعرت بالخيبة اوه سمية هنا خضعت اوكي يقول لك سمية قامت باعمال شيطانية الان سمية عصبت خلاص ما عاد عندها شيء في الحياة تخسرها تبتأجل الزواج تبتأجل الزواج يا ابنالك تبتأجل الزواج اواريك هنا حلو سمية عرفت يقول لك ان قلبت مشاعرها من الخيبة الى الغضب والحسد وبدأت تشعر بالظلم والغضب من شلطان لانه اخذ قرارا دون ان يراعي مشاعرها بدأت سمية بالتفكير في كيفية التلاعب بالامور لصالحها اوه قررت استغرار تلك الفجوة في العلاقة بين شلطان ولميس صوجة الاولى وقامت بنشر شائعات كاذبة حول شلطان ولميس بهدف زعزعة الثقة بينهما اوه جوي جوي كما قامت سمية بالتقرب من شلطان وبث الشكوك في عقله بخصوص قراره بتأجيل الزواج كانت لا تبتأجل الزواج ليش تأجل الزواج يبا منت رجع لك فاية سواجتك الاولية تمشي استخدق كل شي خربت بينه وبين لميس ولكن بمر الوقت اكتشفت شلطان الامور التي قامت بها سمية عرف ان سمية تسوي كذا شعر بالصدمة قال هذه خانت خانت ثقتي جاوزت الحدود لازم يواجهها اجتمع اياها وقال لها شوفي انا عم اصب عليك وليسويتي انت مو كويس وقرر انه من الافضل ان ينهي العلاقة بشكل اياي او ماي جود اوكي شباب خلونا نختم باغنية اكتب لي اغنية عن ما يحس به شلطان تجاه ما فعلته سمية عشان نختم هذا غرية كاب لكاتب فيها لحن وفيها جسر وفيها كورس اوكي خنشوف الاغنية من البداية في قلب الليل وحدي اديك شيدا في قلب الليل وحدي انا بين الظلام والألم السنة مشايرا تنوح في عين تبور وبألم وغضب وأحلام تسرقها الرياح هل ماذا اسأل واسأل نفسي عندما انكشفت الحقيقة كانت صدمة وجرحا عميقة انا هنا احاول فهم ما فعلته انا هنا احاول ان امحو الآلم يا شمياء اخذت مني كل شيء ثقة وآمن وحالت الأحلام كان كوبي ينبوض بحبك قطل أنك كنت تريدين نفس الشيء عندما انكشفت الحقيقة كانت جرحا صوبتنا عميقة انا هنا احاول فعلته أنا هنا وحرم في الألم أنت لم تكن سوى سراب زائل أنت الآن في ذاكرة قصة ماضي زائل لم أدري فقط إما أن القصة مرة بطلة وإني أرى القصة هذه تكون شيئ جبار كما قلنا لكم 2000 لايك لايك اشتركوا في القناة سلام شكرا